ذو الفقار بوتو انتهى به الأمر إلى الإعدام نتيجة اتهامه باغتيال منافسين سياسيين وذو الفقار بوتو كان مقرب جدا من عرفات ومن منظمة التحرير فاعتبر عرفات أنه هذا ضربة له وأنه هذا ضربة استعمارية أو ضربة غربية لباكستان وبالتالي ضربة للمشروع الفلسطيني فابتعد شيئا ما عن باكستان واقترب أكثر من الهند وهون تطورت العلاقة بشكل شخصي حتى مع أنديرا غاندي وفيما بعد مع ابنها راجيف غاندي أخذت العلاقة الفلسطينية الهندية منحلا خصوصي وشخصي حتى لدرجة أنه كان عرفات الدعي أنه أنديرا غاندي هي أخته ويدخل البيت ويخرج ويأتي إلى الهند حتى بدون ترتيبات بدون ترتيبات دبلوماسية أعراقها كانت قريبة جدا وعمليا هي ذروة العلاقات الفلسطينية الهندية السلام عليكم أنا عبد الرحمن ناصر وأهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست الشرق ضيف اليوم الدكتور محمد مكرم بلعاوي رئيس منتدى أسيا والشرق الأوسط وفي نفس الوقت رئيس رابطة برلمنيون لأجل القدس الحديث والنقاش اليوم حول الهند هذه الدولة التي كانت تأخذ موقف معادي لإسرائيل وداعم بشكل كامل لفلسطين والتي تحولت في السبع ثمان سنوات الأخيرة إلى دولة داعمة بشكل كامل لإسرائيل ما هي شكل العلاقة التي كانت ما بين المنظمة الهندوسية التي أسست القومية الهندوسية في عشرينات القرن الماضي والحركة الصهيونية التي كانت سببا في تأسيس الكيان الإسرائيلي ولماذا رئيس الوزراء الهندي الحالي نارين دا مودي يدعم الحكومة الإسرائيلية ويدعم الحرب الإسرائيلية على غزة ولكنه في نفس الوقت يقدم مساعدات إنسانية لفلسطين أتمنى لكم متابعة موفيد أهلا وسهلا دكتور أهلا بكم سيد إحنا الهند عادة في العالم العربي غالبا ما يتم تصورها من خلال مجموعة من الانطباعات السينما وما إلى ذلك ولكن يمكن حضور الهند السياسي مش كتير موجود في تحليلتنا أو في العقل العربي بشكل عام إحنا الآن سنذهب خلال الحلقة إلى الموقف الهندي الدعم لإسرائيل ولكن قبل أن نذهب ونعرف الموقف الهندي الدعم لإسرائيل نريد أن نفهم ما هي الهند ما هي تحالفتها السياسية ما هي شكل الأطر العامة لسياستها الخارجية أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم أود أن أفتتح هذه المقابلة بالترحم على شهدائنا في قطاع غزة والدعاء لله سبحانه وتعالى بشفاء للجرحى مصابين وأن يرد الله سبحانه وتعالى النازحين واللاجئين على بيوتهم السالمين أتصور أنه إحنا في عندنا مشكلة حقيقية في تصور ما هي الهند لأنه كما حضرتك ذكرت منذ قليل في مجموعة من القوالب الجاهزة الأقرب إلى الطرف يعني أحيانا بتكون أو إلى كأنه عالم افتراضي والحقيقة أنه إحنا علاقتنا كعرب وكمسلمين مع الهند علاقة تاريخية قديمة جدا قبل التاريخ حتى ولذلك إذا رجعنا إلى القرآن الكريم سنجد بأن القرآن الكريم تحدث عن تجارة بين تجارة الشتاء والصيف وهذه التجارة عموما كانت تتمثل بالبضائع القادمة من الشرق سواء من الصين أو من سيلان أو من الهند إلى منطقتنا العالم القديم أو إلى أوروبا وبذلك إحنا ندرك بأنه علاقة العرب قبل الإسلام أو قبل البعثة النبوية بألاف السنين بالهند ولذلك هذه العلاقة تطورت وشهدت مجموعة من المراحل خاصة مع ظهور الإسلام تدريجياً الهند أصبحت جزء من العالم الإسلامي ولذلك إحنا عندما نتحدث عن الهند اليوم هي هند مختلفة شوي عن هند قبل مثلاً ألف سنة لأنه في عام 148 حصل تقسيم للهند سابقاً كانت كل من الهند اليوم وباكستان وبنجلديش كتلة واحدة تحت الاستعمار البريطاني تعرف بالهند وهذه اليوم تسمى شبه القارة الهندية عملياً تجزأت إلى عدة أقسام لكنها على مدى التاريخ كان هناك شيء ما يصبغها ثقافة مشتركة لأنه إذا نظرنا إلى ما يسمى اليوم بشبه القارة الهندية نجد بأنها محاطة بمجموعة من سلاسل الجبال من الشرق ومن الشمال ومن الغرب ومن الجنوب هناك بحر اللي هو المحيط الهندي بالطبع إذن الهند هي كانت جغرافياً منطقة شبه معزولة صحيح هي كبيرة المساحة كان يعيش بها شعوب مختلفين ولغات وأديان وثقافات إلا أنه على مدى ألفيات من الزمان صار هناك نوع من أنواع التجانس ما بين هذه الشعوب واللغات والثقافات المدخل شبه الحصري إلى الهند كان من خلال ما يسمى بممر خيبر وهو عبارة عن ممر جبلي ضيق يمتد من أفغانستان إلى ما يعرف اليوم بباكستان منطقة بشاور تحديداً من هناك كانت تدخل الفتوحات والجيوش وهناك أيضاً ممر صحراوي اليوم في حدود بين باكستان وإيران من تلك المنطقة منطقة بلوشستان ولذلك أعتقد أنه الهند بهذا الوصف اللي وصلته كانت عصية على الفاتحين من جهة الشرق كان فينا جبال الهيمالايا وفي الشمال امتداد لها كشمير والجبال التي تفصل ما بين اليوم أفغانستان وباكستان وهذا ساعدها لأن يكون لها شخصيتها الخاصة الهند كمان على مدى التاريخ نادراً ما كانت هند موحدة كانت دائماً إمارات وممالك متصارعة بشكل مستمر تاريخياً العلم الآثار حتى لا نستطيع أن نقول تاريخياً هو علم الآثار مذكر أنه كان هناك ملك اسمه أشوكا وكان قبل الميلاد وهو من القلة اللي وحدوا الهند التوحيد الثاني كان على يد المسلمين والتوحيد الثالث على يد الاستعمار البريطاني وهذه مفارقات طبعاً إذا نظرنا إلى الأمريك بتعمق طبعاً إحنا الإسلام دخل إلى شبه القرى الهندية من عصر الراشدين تقريباً وبالعصر الأموي تعزز يعني إحنا نتكلم عن القرن الهجري الأول كان هناك حضور إسلامي قوي على شكل ممالك وإمارات وسلطنات وبالتالي فرضت الثقافة الإسلامية نفسها على سكان البلاد والثقافة العربية أيضاً كانت متجذرة يعني حتى قبل الإسلام كان هناك تأثير كبير للغة العربية في اللغات المحلية عندما جاء الإسلام أثر الإسلام في الحضارة المحلية أثراً عميقاً جداً اخترق كل شيء اخترق اللغات اخترق أسلوب الحياة طعام ملابس أسلوب البناء وأشياء كثير جداً الإسلام دخل من خلال التقارة الإسلام دخل من خلال الفتوحات معروف أنه يعني أبرز هذه الفتوحات حصل في زمن الحجاج بن يوسف الثقافي اللي كان في الدولة الأموية ومعروف فاتح الهند محمد بن قاسم معروف ولذلك الهند تحت الممالك والسلالات الإسلامية المختلفة شهدت تطوراً كبيراً لأن المسلمين ليس فقط أخرجوا الهند من حالة الانحطاط الحضاري لأن الممالك والإمارات الهندية كان بينها صراعات وأديان مختلفة وثقافات ومصالح فدخلت في حالة من الانحطاط شبيهة بعصر الظلمات في أوروبا المسلمين عندما دخلوا وحدوا البلاد وأدخلوا حضارة متطورة فأخذت الهند مكانتها بين الأمم تحت حكم المسلمين وأصلحت ربما وحدة إن لم تكن أقوى دولة في العالم واحدة من أقوى الدول لأننا نتحدث مثلاً بالمقارنة مع الدولة العثمانية دولة العثمانية أيام السلطان عبد الحميد كان كل سكانها عبارة عن 40 مليون بينما الهند كانت أضعاف ذلك في فترة الحكم الإسلامي المغولي كان حضارة إمبراطورية عظيمة جداً بدون شك أن هذه الحضارة اليوم أصبحت في الظل بالنسبة للثقافة العربية والإسلامية علماء الهند متكلم عن المسلمين شعراءها لغويها هناك علماء كبار المتصوفة التي أثروا جداً للثقافة الإسلامية بالإضافة لأنه الهند كانت فترة من الفترات في الحضارة الإسلامية والمجتمع الإسلامي ككل تعتبر أنه هي النخبة المثقفين والأغنياء كانوا هنود وكان لها دور مهم جداً في مثلاً حرب الاستقلال التركية كان للهند أدوار في التاريخ الإسلامي أدوار مجيدة كم فترة تقود الإسلام في الهند تقريباً؟ يعني إحنا إذا من القرن الأول الهجري يدخل الإسلام إلى حد متى كان الإسلام إحنا لا نستطيع أن نقول بأن الإسلام نقطع عن الهند لأنه كما ذكرك في عام 1948 صار فيه انفصال للهند ما يعرف اليوم بجمهورية الهند وكل من باكستان اللي كانت شرقية وغربية بعدين صار فيه باكستان الشرقية اللي هي بانجلاديش باكستان الحالية هذا الجزء كان جزء من الهند وبالتالي الإسلام حاضر كدين وثقافة ومجتمع وحكم إلى الآن ما زال ووجود إن كنا نتحدث عن ما يعرف اليوم بالهند فالمسلمين نسبتهم تقريباً النسبة الرسمية 15% البعض يصل بهم إلى 20% ولذلك هم نسبة مؤثرة لأنه عندما نتحدث عن مليار وأربعمائة إنسان ف20% يعني عدد ضخم من البشر لكن يعتبروا أقلية لأنه البقية من الهند يعني فيه تقانس أكبر بينما المسلمين هم الأقلية لا هو هون فيه إشكالية تعريف في التعريف لأنه كما ذكرت سابقاً إحنا فيه هنا مشكلة في تصور الهند نفسه كبلد اليوم الهند هي مكونة من مجموعة كبيرة جداً من العرقيات من اللغات من الأديان فعندما نقول مثلاً بأنه الهندوسية هي اليوم الدين الغالب أو القومية الغالبة هو مجازاً صحيح لك لما ندقق في البوضوع نجد بأنه الهندوسية ليست ديناً بالمعنى المتعارف عليه لدرجة أنه المحكمة العليا في الهند عرفت الهندوسية كأسلوب حياة يعني من أجل التوضيح أي دين أتباعه بآمنه مثلاً بنفس الإله بنفس الرسول بنفس الكتاب لهم نفس الطقوس لهم نفس الأعياد أو بشتركه بجموعة كبيرة من هذه الأشياء نسبة للهندوسية لا الهندوسية أقرب ما يكون إلى حالة وثنية يجمعها عنوان إنه الهندوسية لكن تحت هذا العنوان هناك مجموعة لا حصر لها من الأديان يؤمنون بأديان مختلفة بآلهة مختلفة بكتب مختلفة بعياد مختلفة عندهم أساليب في الصلاة والإيمان مختلفين عن بعض وبالتالي هذا العنوان الجامع تاريخياً تم تفعيله وإظهاره إلى الوجود لما سيطر الاستعمار البريطاني على الهند بالمناسبة الاستعمار البريطاني عندما جاء إلى الهند جاء متأخراً عن الاستعمار الأوروبي لأنه أول من بدأ الاستعمار هم البرتغاليين والإسبان والهولنديين البريطانيين عموماً والإنجليز جاءوا متأخرين يعني هو الاستعمار البريطاني الحقيقي صار في القرن التاسع عشر لكنهم أول ما نزلوا بر الهند الهند يعني كان ذلك تقريباً في بداية القرن السابع عشر ألف وستمية وتسعة أثناء حكم دولة المغول الإسلامية في نعم وأظن كان في وقت حكم الشخص أو السلطان الذي بنى تاج محل وهذه الأعجيب الهندسية شاه جهان شاه جهان اللي هو اسمه أو لقبه شاه جهان نعم يعني حاكم العالم بالمناسب ولقبه ليس اسم كل السلاطين كان لهم ألقاب على عادة السلاطين المسجين فجاء الاستعمار البريطاني في نهاية القرن التاسع عشر هو في ذلك الوقت لم يكن استعمار لأنه البريطانيين عندما نزلوا إلى الهند جاءوا من أجل التجارة وبالتدريج هذه التجارة أول هما في الحقيقة أول ما نزلوا إلى الهند وهذه يعني من باب المفارقة التاريخية المسلمين لما احتكوا بشكل كبير مع الأوروبيين في الحروب الصليبية أو ما يعرف بالحروب الصليبية لمسوا بأن الصليبيين أو الأوروبيين ناس متخلفين قدرين يعني كانت عصور وسطة فهذه الشخصية للأوروبي أو للغربي انطبعت في الذهن الإسلامي أنه شخص متخلف وأنه غير نظيف وغير متحضر فعندما جاء هؤلاء إلى الهند كان الصورة النمطية عند المسلمين وبالتالي عند بقية سكان البلاد أن الأوروبيين ناس متخلفين وغير متحضرين ويعني بيستشهدوا بمجموعة من النقط أنه حتى أن الأوروبي لا يعرف ماذا يفعل إذا دخل دورة المياه بهذا بأسلوب أكثر صراحة ولذلك عندما جاء الإنجليز إلى الهند أتوا بمجموعة من البضائع سكان المحليين احتقروها لأنه كانت جودتها متدنية جودة المنتج المحلي الهندي كانت أعلى بكثير من المنتج الأوروبي هي الماس بروداكشن اللي هو الإنتاج الصناعي جاء فيما بعد لما صارت الثورة الصناعية تقدمت ولأسباب سياسية أيضا يعني ممكن أنه نفصل فيها بعدين لكن عندما جاءوا إلى الهند كانوا ناس يعني غير لا يؤبه لهم في هذا المعنى لكن طبعا دولة المغول المسلمين في الهند حال حال أي نظام سياسي ودولة تراجعت تدريجيا والحضور البريطاني بدأ يتزايد ويتطور أسس هناك شركة مشهورة جدا في التاريخ اسمها شركة الهند الشرقية فالهدف منها أنها تتاجر وبعد ذلك هذه الشركة اشترت الأراضي وعملت قوات للحماية وهذه القوات تحولت إلى جيوش وبعدين هي عمليا صارت تمتلك كل شيء وتطلب من المقاولين الأمنيين المحليين لهم الأمراء والمهراجة أنهم يقوموا بهذا الدور ثم أصلح لهم جيوش خاصة وأصبحوا يسيطروا على كل شيء تقريبا في الهند في ظل ضعف الدولة المركزية وإجت فترة من الفترات فيما يعرف بتمرد أو ثورة 1856 الجيوش التي كانت تعمل مع شركة الهند الشرقية حصل فيها فتنة والطراب ضد البريطانيين اللي كانوا عمليا قد سيطروا على غالبية هي الجيوش من أهل البلد نفسها ثم البريطانيين بالمناسبة حكموا العالم بجيوش الآخرين يعني لك أن تتخيل أن الحرب العالمية الأولى مات فيها من الجنود الهند حوالي 100 ألف أو أكثر وأن حوالي ألف مقاتل أو جندي هندي شارك مع البريطانيين إذن البريطانيين فتحوا العالم وعملوا إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس بالقوات الهندية وبالهنود أنا عود لثورة 1856 نعم هذه الثورة كان سببها أن الجنود المحليين شعروا أن الأجانب بريطانيين سيطروا على كل شيء وأن تعاملوهم باحتقار تنسب الثورة أو التمرد إلى حادثة محددة لا أدري مدى يعني صحتها التاريخي أو مدى تأثيرها بالأحداث لكن هذا يعني مشتهر إنه في ذلك الزمن كان الصلاح يجب أن يبرد لأن الصلاح الناري كان يجب أن يبرد وأن يشحم ينظف ويشحم فشركة الهند الشرقية أعطت شحوم للجنود يشحموا بها البنادق الهندوس ادعوا أنها من أصل بقري والمسلمين ادعوا أنها من أصل خنزير فكان هذا السبب في ثورتهم المباشرة فالهندوس حرام عندهم أنهم يستخدموا شيء من البقرة والمسلمين حرام عندهم أن يستعملوا شيء من الأمازل يعني هذه هي الفكار فكانت سبب في الثورة حقيقة أن الدولة المحلية كانت بلغت من الوهن ومن الضعف مرحلة يستعصي عليها إعادة الإحياء الجنود والقادة ارتكبوا مجازر بحق أبناء وأسر الإنجليز اللي كانوا موجودين وهذا أثار حفيظة الإنجليز بشكل يعني غير عادي وخصوصا أنه كما ذكرت أن الجيوش المكونة من البريطانيين كانت محدودة العدد عملياً كانوا يحكموا الهند بالجنود الهنود وبالضباط الهنود فلما حصلت الثورة الجنود المتمردين ذهبوا إلى السلطان المغولي أبو المظفر محمد بهادر شاب وكان رجل مسن عمره قريب من تسعين سنة وليس له يعني من الأمر أي شيء وطلبوا منه أنه هو يرأس ويقود الثورة في ذلك الوقت كان عملية إحضار الجنود من بلدان أخرى يستغرق وقت فالبريطانيين أحضروا جنود من بلدان أخرى وجمعوا جيش وجوجهم طبعاً متطورة وعندهم مشهورين بحسن الإدارة والتنظيم واستطاعوا أن يهزموا القوات المحلية وبعدها بقليل أعلنوا الهند مستعمرة يعني عملياً تحول الهند إلى مستعمرة هو جاء في النصف الثاني أو في أواخر النصف الثاني من القرن التاسع عشر وكل ذلك كان حكم إسلامي سابق كان تدرج يعني الحكم الإسلامي خلينا نحكي أنه الحكم المركزي كان ضعف على مرور السنوات وصار فيه زي إمارات محلية الحاكم اللي كان في دلهي هو الحاكم السلطان المسلم كان له سلطة على البلاد تقبر وتنحسر تبعاً لقوته لكن في ذلك الوقت الإنجليز كانوا في نهاية الدولة المغولية سيطروا على الهند عملياً وجاءت هذه الثورة ثم ما بعدها ليكرس بشكل رسمي الاستعمار البريطاني وهناك ملكة بريطانيا عينت ما يسمى بالمندوب السامي وفيما بعد تم شراء الحصص في شركة الهند الشرقي لتحول إلى شركة حكومية لأنه كانت شركة مساهمة وليس حكومية حسب ما يعني أعلم هذا الأمر أدى إلى عدة أشياء أولاً أنه غالبية من قاوم الاستعمار البريطاني والاحتلال البريطاني كانوا من المسلمين على مستوى الجنود وعلى مستوى القادة والأمراء ورجال الدولة طبيعي لأنه الحكام بالأساس على مدى أكثر من ألف عام الحكم المركزي كانوا من المسلمين ولذلك هم كانوا أهل الحكومة هم كانوا أهل الصناعة والتجارة لأنه المسلمين تركزوا في المدن أيضاً غالبية الجيوش كانت من المسلمين وبالتالي المسلمين كان لهم رد فعل عنيف ضد الاستعمار البريطاني هندوس أقل لإعتبارات اجتماعية ودينية واعتبارات أخرى الاستعمار البريطاني وهو هذا أمر ليس خاص حقيقة لإستعمار البريطاني حتى غالبية مؤسسات الحكم تتبعوا تعمل على تفريق الناس في عندهم مقولة انه divide and conquer اللي هو فرق تشغل فرق تشغل بالعرب لذلك هم عملوا على تفريق الناس كان واحد من الأساليب تفريق الناس انه أحيوا النزعة الهندوسية المحلية فأصبح هناك تركيز على انه الهندوس اللي هم لغة انه الهندوس اللي هم عقائد متمائزة انه اللي هم ثقافة متمائزة فبالتالي شكل تدريجي بدأت تظهر إلى السطح فكرة الهندوسية انه هذه الأديان المختلفة التي تحدث بلغات مختلفة وثقافات مختلفة وعراق مختلفة يمكن أن يجمعها إنوان واحد عملية الجمع تحت عنوان الهندوسية تحول المسلمين اللي كانوا هم الأكثرية أو الأغلبية المتماسكة إلى أقلية وهذا ما حصل انه هو حول الهندوس من خلال هذه المعادلة الذكية أو اللئيمة حسب لأين موقعك من المعادلة فحول الهندوس إلى أغلبية والمسلمين إلى أقلية أغلبية ولذلك في بداية القرن العشرين ظهرت حركات هندوسية تسعى إلى أنه الهندوس أن تكون لهم الكلمة العليا وأنه هذه بلادهم المسلمين عبارة عن ناس وافدين إما عرب أو فرس أو أفغان أو أي شيء ثاني يعني أو ترك مغول وهم سيطروا على البلاد فأهل البلاد أولى بها بهذا المنطق فبدأت تظهر كل مدة ما يسمى بالرايوتس هناك أو الاضطرابات عندهم واسعة النطاق وصار يظهر تجمعات جمعيات محلية عند المسلمين وعند الهندوس عند الهندوس ضد الاستعمار لا ضد بعض يعني كان عنده ميل طبيعي لمقاومة الاستعمار لأسباب ثقافية ودينية ولأسباب مصالح ولأسباب تاريخية وأشياء مختلفة واجتماعية الهندوس كانوا أقل في هذا الباب لأنه التغيير بالنسبة لهم بخدمهم تكلمي عن النخبة طبعا بهذا الشكل تم بناء حاله من الحساسية والعداء بين المسلمين والهندوس كما ذكرت أنه كان خلف هذا الشيء بالمقام الأول وهم الاستعمار البريطاني من خلال الإدارة والمفكرين والأدباء والسياسيين والمؤرخين والمستشريقين كلهم لعبوا دور على تحويل هذه الفكرة فكرة التفريق بين أبناء الشعب الواحد إلى حقيقة ونصير في تمايز بالطبع في تلك المرحلة التاريخية المهمة فظهرت حركة مقاومة للاستعمار حركة سياسية وظهر حزب مهم جدا في التاريخ الهندي اللي هو حزب المؤتمر الهندي وهذا ظهر حقيقة في القرن التاسع عشر في آخر القرن التاسع عشر كحركة سياسية ولكنه تطور أكثر بداية القرن العشرين بداية القرن العشرين كان واحد من أهم الزعماء كان فيه المسلمين وكان فيه الهندوس هذا الحزب على السواء لأنه كما ذكرت أنه الهند كانت هي عمليا بلد وحده لكن فيما بعد نتيجة الإضطرابات الواسعة وتحول تمايز الصفوف إذا جاز التعبير صار بعض الهندوس أنشأوا جمعياتهم الخاصة وبعض المسلمين أنشأوا جمعياتهم الخاصة فيما بعد في الثلاثينات محمد علي جناح أنشأ ما يسمى بالرابطة الإسلامية اللي كانت في ذلك الوقت هي حزب أيضا هندي لكنه تحت الهند الموحدة وفيما بعد عندما حصل الانفصال ما بين الهند وباكستان الرابطة الإسلامية ومحمد علي جناح هم اللي حكموا باكستان الحزب الآخر هو الحزب الأكبر اللي هو حزب المؤتمر الشعبي كونغريس آي أو إنديان كونغريس كان في أيضا مسلمين وهندوس وتعاقبوا على رئاسته يعني المسلمين ما كانوا في شخصيات هامشية لا كان لهم دور أساسي أيضا في في قيادة الحزب المؤتمر سواء قبل الانفصال أو بعد الانفصال الآن فكرة الانفصال غير واضحة يعني كيف ظهرت البعض يقال بأن الحركة الهندوسية هي اللي طالبت بالانفصال في الأول بهدف أن يكون فيه كتلة هندوسية كاملة والبعض الآخر يقول أنه لا المسلمين هم اللي طالبوا بالانفصال نتيجة هذه الأحداث اليوم كل طرف يلقي المسؤولية على الآخر لكن بغض النظر تحولت فيما بعد الأمور ما بين الدولة الوليدة باكستان والهند إلى حالة عدائية للغاية وأعتقد أنه ممكن أن نفصل في هذا الأمر فهذا يقودنا إلى الاستراتيجية الأساسية للهند أن هناك العدو الأول هو الباكستان يعني بهذا الشكل بداية القرن العشرين عملياً صار هناك تغير كبير داخل المجتمع الهندي لأنه ظهرت مجموعة من الجماعات الهندوسية اللي بتدعو للقومية الهندوسية كما ذكرنا أيضاً على الطرف الآخر مسلمين ظهر عندهم مجموعة من الجماعات كان واحدة من أهم الجماعات منظمة اسمها منظمة المتطوعون الوطنيون اختصاراً وهذه المنظمة ليست المنظمة الوحيدة هي ضمن منظمات كثيرة لكنها استمرت وبرزت وتم تأسيسها على النمط اللي كان شائع في ذلك الوقت في أوروبا شبيه من المنظمات الفاشية والمنظمات النازية كإطار قائم على الأخوة وعلى أنه في فكر موحد هو إطار حركي حتى يعني أحياناً بعض الناس في الهند بيحاول أنه شبه هاي المنظمة بالأخوة المسلمين في العالم العربي والإسلامي رغم أنه هناك في تفاوض طبعاً في مقاربات مختلفة سواء الموقف من الاستعمار مختلف تماماً المنظمة الـ RSS كانت عملياً بتركز على بناء الشخصية الهندوسية في مواجهة المسلمين لم تكن تكترث كثيراً في الاستعمار الأمر الآخر أنه المحتوى الأيدولوجي القائم على أنه الهندوس متمايزين ضد الآخرين بيختلف عن المحتوى الإسلامي لمنظر أنه البشري عبارة أسرة واحدة وتالي فيه رسالة عالمية أمور كثيرة يعني في فروق لكن على الصعيد الهيكلي كمؤسسة بيشبه كثير بالفعل الإخوان المسلمين في العالم العربي وما يشابهها من تنظيمات هم يمكن خرجوا في نفس الوقت لأنه أيضاً جميعاً نعم أظن تبدأ أسيسها بـ 1925 الأخوان أظن 28 لأنه هذا الإطار الشكل هذا الإداري والتنظيمي كان شاعع في ذلك الوقت في أوروبا وبالتالي التقطوا مجموعة من الشعوب اللي كانت تحت الاستعمار هذه المنظمة مهمة جداً لأنه كان لها أثر كبير في صياغة تاريخ الهند وما وصلنا إليه اليوم لأنه في البداية وإن كانت منظمة كان ينظر إلى أنها منظمة ميليشيوية ومتعصبة يتهم واحد من أعضائها بأنه كان خلف اغتيال المهاتمة اغتيال المهاتماغندي في 1947 شخصياً وشكوراً سبب اغتيال المهاتماغندي؟ هو اغتاله يعني هو أطلق عليه النار واغتاله 1947 وكانوا انتهموا المهاتماغندي أنه يميل إلى صالح المسلمين طبعا المهاتماغندي في حركة التحرر وحركة التحرر الهندية عموماً كان تتقد أنه القوة الطبيعية المتحالفة معها والتي يجب أن تحالف معها القوة الإسلامية والعالم الإسلامي نحن نذكر الحرب العالمية الأولى عملياً اللي وقف أمام دول الحلفاء هي عملياً دولة العثمانية بالإضافة إلى ألمانيا ألمانيا كانت قوة أوروبية وانتهت دولة العثمانية والمسلمين هم اللي تضرروا من الاستعمار بشكل كبير ولذلك كان فيه في الهند حركة اسمه حركة الخلافة حركة الخلافة هي عندما تم احتلال إسطنبول وتم فيما بعد إسقاط الخلافة وتحول كمال أتا ترك إلى قائد شعبي بحاول أن يحرر بلده كان المسلمين والإهنود لهم دور كبير في دعمه حتى على الصعيد المالي حتى بذكروا أن التبرعات اللي وصلت إلى تركيا تم إنشاء أحد البنوك المحلية الموجودة إلى اليوم من هذه التبرعات وهو الإشبانك ما زال موجود إلى اليوم من هذه التبرعات إذن كان لهم دور كبير وخطير حتى على المنطقة هون والهندوس ومنهم المهات مغاندي كان متحالف مع المسلمين وكان مؤيد إلى حركة الخلافة اللي كانت حركة اجتماعية قوية في الهند ولذلك على الطرف الآخر اللي هو جماعة الأر أس أس نظروا إلى أنه غاندي أو المهات مغاندي هو مؤيد للمسلمين معادي للهندوس فتم اغتياله على هذا السبب علما أنه ما بنكروا أنه قودسي اللي هو اغتاله كان على صلة فيهم لكن هذه حقيقة فيما بعد عندما حصل الانفصال ما بين الهند وباكستان كان لهذه الجماعة دور خطير جدا في إطلاق المذابح اللي مست المسلمين المهاجرين من الهند إلى باكستان طبعا يقال أيضا أنه المسلمين أيضا هم ارتكبوا أيضا مذابح مقابلة لست مطلع بالدقة على ما حصل في ذلك الزمن لكن بكل تأكيد أنه صار في مذابح واسعة النطاط في ذلك الوقت للمهاجرين من الطرفين وهذا الفصال أو هذا الانفصال ما بين الهند وباكستان أوجد حالة من حالات تنافس السلبي والعداء ولذلك صار على صعيد البلد بالنسبة للحركة الهندوسية القومية فيه أنت عندك عدو أو خصم محلي لهم المسلمين وعلى الصعيد الخارجي فيه خصم خارجي هو باكستان وبذلك تمحورت الحركة الهندوسية عموما حول العداء للمسلمين داخليا وخارجيا الدولة نفسها كان موقفها شوي مختلف يعني حزب المؤتمر حزب المؤتمر الهندي كان في قياداته مسلمين وكان من من أنشأه مسلمين واحد مثلا وصل أنه صار رئيسه فترة اللي هو أبو الكلام آزاد يعتبر من كبار المفكرين والفلاسفة الهنهود وصار رئيس المهورية أظن فيما بعد وزير التعليم ولذلك كان قيادي مؤثر الدور الإسلامي في حزب المؤتمر وفي الحياة العامة الهندية تراجع مع مضي الزمن كان في قيادة الحزب في ذلك الوقت أول رئيس وزراء للهند هو نهرو إيش اسمه؟ جواهر لال نهرو بالضبط جواهر لال نهرو كان يعتقد أو يقال أنه والده كان آخر قائد للبوليس في عهد السلطان المغولي ولذلك هو جاي من مؤسسة حكم ودولة وهذا واحد من أسباب أنه تلقى تعليمه في بريطانيا وصار محامي أيضا طبعا جناح على الطرف الآخر كمان محامي خرية بريطانيا لذلك نهرو تبنى شيء يسمى بالاشتراكية الاجتماعية مش الاشتراكية الماركسية الاشتراكية الاجتماعية وكان بعتقد أنه الهند هذا البلد متعدد الأعراق والثقافات واللغات والأديان لا يمكن أنه تحكمه بالهندوسية وقبله طبعا أو بموازاته المهات مغاندي مهات مغاندي حقيقة مش هو القائد السياسي الحقيقي القائد السياسي الحقيقي كان نهرو مهات مغاندي كان ناشط في جنوب إفريقيا وأتى فيما بعد حامل نفس الفكر إلى الهند وتحول إلى قيادة شعبية ورمز شعبي لحزب المؤتمر لكن القيادة السياسية الحقيقية كانت عند نهرو نهرو كان بعتقد أنه حتى تحافظ على كينونة الهند ووحدتها لازم تتبنى نمط مرن تركز على معادات الاستعمار حتى تضم حواليك جيرانك خاصة أنه غاربيت هذول جيران مسلمين أنت ممكن من الشرق مسلمين للغرب مسلمين من الشمال مسلمين من الجنوب إندونيسيا كلهم مسلمين عملياً وكلهم متضررين من الاستعمار ولذلك يجب أن يكون هناك شغل على المشترك الخارجي مع المسلمين وعمل أيضاً على المشترك الداخلي على المشترك الداخلي لا يستطيع أن يفعل ذلك إذا حمل الهوية الهندوسية لكن من يريد أن يكون هندوسياً أو مسلماً أو بغض النظر عن هويته الدنيا فليكن على المستوى الشخصي مع مستوى الدولة هو أعتقد أنه العلمانية هي اللي ممكن حافظ على وحدة البلاد ولذلك الدستور الهندي أقر هذا الأمر لكن هذا يعني أن حزب المؤتمر نفسه لم يكن فيه قوة عندها ميول هندوسية وهذا مسألة خطيرة طبعاً حتى نكون إحنا على صلة بموضوع اليوم اللي هو التحول السياسي اللي حاصل في جمهورية الهند أو في الهند الحركة الهندوسية إحنا ذكرنا أن تشكيلها كان على غرار المنظمات الأوروبية اللي هي الفاشية والنازية وغيره وفي ذلك الوقت كان ينظر إلى أوروبا على أنها النموذج الذي يحتذى في كل شيء هي الفكرة القومية جاءت من أوروبا والدولة القطرية جاءت من أوروبا ولذلك أماء الحركة الهندوسية كانوا خريصين أن يتواصلوا مع نظراءهم الأوروبيين وممن تواصلوا معهم الحركة الصهيونية حركة الصهيونية أيضاً تواصلت معهم ومع مسلمين الهند منذ فترة مبكرة قبل قيام إسرائيل هذا في بداية القرن العشرين في العشرينات تقريباً في الثلاثينات تحديداً كان هناك مراسلات بين المهات مغاندي والحركة الصهيونية بين الحركة الصهيونية وزعماء الار اس اس بين الحركة الصهيونية وحتى مسلمين أنه كانوا يحضروا لقيام الدولة وكانوا يعرفوا أنه في ذلك الوقت الهند هي عبارة عن مركز قوة المسلمين على الصعيد المالي وعلى الصعيد الحضاري وعلى الصعيد الثقافي وعلى الصعيد العدد ذلك كانوا معنيين أنه طلعوا الهند من المعادلة بشكل مبكر الار اس اس والحركات الهندوسية القومية وجدت أن هناك مشترك كبير بينها وبين الحركة الصهيونية ولذلك منذ فترة مبكرة وقديمة جداً سابقة على استقلال الطرفين على استقلال الهند وعلى تأسيس قيام الصهيوني كان هناك هذه العلاقة موجودة واستمرت على مدى سنين طويلة إذن على مدى سنوات طويل خصوصاً بعد اغتيال المهات مغاندي كان ينظر إلى الار اس اس والحركة الهندوسية القومية على أساس أنها حركة مليئة شعوية متطرفة لكنها أخذت تأخذ زخماً بشكل تدريجي أسسوا حزب بالسبعينات لم يحقق نجاحاً يذكر دخل البرلمان وكان عنده مجموعة محدودة جداً من النواب لكن نفس الوقت كانوا منتشرين في الأحزاب في بداية التسعينيات من القرن الماضي حدث حدث مهم جداً وخطير في تاريخ الهند هدم البابري مسجد أو المسجد البابري كان في أحد السلاطين المسلمين بابور اسمه بابر بابر أو بابر بابر يعني نمر هذا أيضاً لقب وكان يحكم الهند وأفغانستان من أصل مغولي أو تركي وهو عملياً يعني كان مؤسس الدولة المغولية عندما دخل الهند أنشأ مسجداً وهذا المسجد كما بعد لما صار الاحتلال البريطاني زعموا بأنه تم إنشاءه على أنقاض معبد هندوسي وكان هناك كثير من الاضطرابات لدرجة أنه في النهاية أغلقوا المسجد باقي مسجد تاريخي لكن ممنوع أن تصلي فيه وهو في منطقة إصناء أيودية في ولاية اليو بي واحدة أكبر ولاية الهند عملياً كان دائماً هذا المسجد مثار خلافات ومشاكل بين المسلمين والهندوس الهندوس يزعموا عموماً أنه هناك آلاف الآثار الإسلامية بنيت على أنقاض معابد ومقدسات لهم ولذلك هم يطالبوا اليوم بآلاف المواقع حتى وصل فيهم الأمر أنه يطالبوا بضريح المشهور تاج محل وزعموا أنه مؤسس على آثار هندوسي وأرادوا هدمه إلا أنه وزارة السياحة الهندية يعني شعرت أنه الهند رح تضرر كثيراً جداً جراء هدم هذا الأثر قصة أنه يدخل مليارات الدولارات سنوياً لموازنة الدولة بالإضافة إلى الآثار النفسية والإعلامية وكذا وتم إخراج وثيقة تثبت بأن السلطان شاه جهان اشترى الأرض يعني وثيقة الملكية موجودة فبالتالي تراجع هذا الأمر لكن هو عبارة عن إشارة إحنا ذكرناها في السياق فهدم البابري مسجد تم بتحريض من قيادات حزب البي جي بي مهراتا جانتا أو جاناتا بارتي يعني حزب الشعب الهندي هم مرتبط بالر اس اس؟ نعم هو يعتبر الذراع السياسي للر اس اس رغم من الر اس اس فيما يبدو موجودين في عدة أحزاب ولكن هو هذا الحزب الأكبر أو الحزب اللي هم يعتبروا أداتهم السياسية استطاعوا أن يهدموا المسجد بابري مسجد هم أرادوا أن يهدموا البابري مسجد لكن ما حصل في هدم البابري مسجد كان هيئ منتهى الخطورة لأنهم هم حتى يروجوا لموضوع هدم البابري مسجد هملوا شيء يسمى باللغة الهندية ياترا ياترا معناها مسيرة مسيرة على الأقدام في أنحاء الهند ومن خلال هذه المسيرة جمعوا تبرعات لبناء معبد أيودية يعني يريدوا أن يهدموا مسجد البابري ويبنوا على أنقاضه معبد أيودية فجمعوا أول شيء عملوا دعاء لأنفسهم لأنهم لما عملوا المسيرة في أنحاء الهند أصبح العالم فأصبح الهند يعرفونهم بشكل أفضل فتحولوا إلى قادة شعبيين أمر الآخر جمعوا أموال طائلة من موضوع مشروع بناء معبد أيودية ويتهموا بأنهم استخدموا هذه الأموال لتمويل نشاطاتهم السياسية ولذلك بعد هدم البابري مسجد صعدوا صعوداً صاروخياً درجة أنه قيادة هذه الحركة الحزب السياسي استلم الحكومة فترة بسيطة ثم تم إسقاطه في البرلمان فكان هدم المسجد هو تذكرة دخولهم إلى قيادة الحكومة يعني كثير من الناس يعتقد ذلك إذن هذه هدم المسجد هو محطة تاريخية مهمة في هذا السياسي لكن بنمس الوقت حتى نرجع لربط موضوع الهند بالقضية الفلسطينية والحركة الصدرانية هذا كان سؤال لأنه كان نهره على ذكر أول رئيس وزراء للهند كان مع منظمة دول عدم الإنحياز جمال عبد الناصر جوزيف تيتو في غزلفيا السابقة وكان في عنده موقف يعني مقارب لموقف الدول العربية والإسلامية من إسرائيل ويمكن حتى الهند هي آخر الدول التي قامت بإنشاء علاقات مع إسرائيل فكيف تحولت يعني لو تعطينا هذا التطور من عند نهره حتى الآن؟ ذكرنا بأن حالة الانفصال بين الهند وباكستان قادها من الطرفين على الطرف الهندي كان نهره وعلى الطرف الباكستاني حمد علي جناح حمد علي جناح كان رجل مصن في العمر وتوفيه بعد تأسيس باكستان عملياً جاء رئيس وزراء في باكستان تم اغتياله ثم استلم باكستان الجنرال أيوب باكستان عموماً كانت أقرب إلى الغرب كانت أقرب إلى المعسكر الأمريكي والبريطاني الصعيد الآخر نهره كان أقرب إلى المعسكر المضاد للاستعمار وجد أنه دور الهند في هذه المرحلة لا يمكن أن يكون إلا في هذا السياق لأنه هو محاط بالدول الإسلامية من كل جانب وهم حلفاء الطبيعيين بالإضافة لأنه لو رح للغرب سيصطف المسلمون بشكل طبيعي إلى جانب خصم اللدود باكستان ولذلك لمجموعة من العوامل هي عوامل ذاتية وعوامل شخصية يعني وعوامل موضوعية خاصة في البلد وبالإقليم وذهب بهذا المنحة لتأسيس حركة عدم الإنحياز مع الشخصيات التي ذكرتها العلاقة ما بين الفلسطينيين والهند أخذت منعطفا أكثر جدية أثناء فترة أندرا غاندي اللي هي بنت نهرو والسبب واحد من الأسباب أنه الهند دائما حاولوا أن يجروا العالم الإسلامي باتجاههم بعيدا عن باكستان قضية الفلسطينية كانت وما زالت قضية عاطفية بالنسبة للمسلمين سواء داخل الهند أو خارج الهند ولذلك التقارب مع الفلسطينيين بساعد الهند أن يأخذوا التحالف الإسلامي أقرب إليهم وساعدهم على هذا الأمر ما حدث في باكستان المجاورة لأن دائما سياسة الهند وباكستان مرتبطات مع بعضه مرتبطات بالإقليم في ذلك الزمن كان في وزير شاب مميز من عائلة إقطاعية ومن خلفية يسارية أراد أنه يعمل إصلاح في البلد في باكستان وهو ذو الفقار بوتو ذو الفقار بوتو انتهى به الأمر إلى الإعدام نتيجة اتهامه باغتيال منافسين سياسيين ذو الفقار بوتو كان مقرب جدا من عرفات ومن منظمة التحرير فاعتبر عرفات أنه هذا ضربة له وأنه هذا ضربة استعمارية أو ضربة غربية لباكستان وبالتالي ضربة للمشروع الفلسطيني فابتعد شيئا ما عن باكستان واقترب أكثر من الهند وهون تطورت العلاقة بشكل شخصي حتى مع أنديرا غاندي وفيما بعد مع ابنها راجيف غاندي أخذت العلاقة الفلسطينية الهندية منحنا خصوصي وشخصي حتى درجة أنه كان عرفات يدعي أنه أنديرا غاندي هي أخته وهو يدخل البيت ويخرج ويأتي إلى الهند حتى بدون ترتيبات بدون ترتيبات دبلوماسية عراقة كانت قريبة جدا وعمليا هي ذروة العلاقات الفلسطينية الهندية في 1991 حصل تحول خطير جدا غير النقطة التي ذكرناها البابري مسكد الداخلية وصعود نجم الحركة الهندوسية أكثر وهي انهيار الاتحاد السوفيتي لأنه الهند تاريخيا كانت أقرب إلى الاتحاد السوفيتي صحيح هي كان جزء من حركة عدم الانحياز لكن حركة عدم الانحياز بالمجمل وإن كان عنوانها هو عدم الانحياز لأنها كانت أقرب إلى المعسكر الشيوعي أو الاشتراكي فلما انهار الاتحاد السوفيتي وجدت الهند نفسها أمام عالم أحادي القطبية ولاية المتحدة الأمريكية إما أن تقبل بها وإما أن تواجهها فاختاروا الآن أن يقبلوا بالولايات المتحدة الأمريكية وهذا لم يكن خاص في الهند لأن حتى الفلسطينيين قابل الهند راحوا باتجاه مؤتمر مدريد فيما بعد وقعوا اتفاقية أوسلو فالهند في هذا السياق كان في رئيس وزراء اسمه سيمة راو سيمة راو كان أقرب إلى الحركة الهندوسية وإن كان هو زعيم في حزب المؤتمر في حزب المؤتمر الهند كان هو رئيس الوزراء لكنه في ناس بتهمه أنه هو من الحركة الهندوسية المتطرفة أو القومية وأنه أشبه ما يكون باختراق لحزب المؤتمر كلام معلوش دليل لكن يعني يساق للتدليل على ميوله الدينية والقومية رئيس الوزراء ناسيمة راو كان في عدة عوامل أثرت عليه وطبيعة الشخصية ميوله أمر الآخر الحركة الصهيونية العالمية يقال أنه كان هناك مجموعة من رجال الأعمال الأستراليين الهند اللي وعدوا رئيس الوزراء الهندي باستثمارات بالمليارات إذا أقام علاقة من هذا النوع مع الإسرائيل وبنفس الوقت كان السياق الدولي ذكرنا بأن الانتحاد السوفيتي عملياً كان نهار وإجا قربة تشوف بنظرياته إعادة البناء لوس نوتس وريستيركا شيء من هذا القبيل كانت في ذلك الوقت لها شعبية حاضرة في الإعلام بشكل كبير للفكرة ولكنها عملياً كانت شهادة وفاة للإتحاد السوفيتي وجدت الهند أنه لازم تصطف أو تعيد تموضعها في هذا السياق وكما ذكرنا أنه الموقف الفلسطيني وبالذات فقيت أوسلو سهلت على الهند الانتقال من اليساري إلى أقصى اليمين هون طبعاً الموضوع الفلسطيني أصبح تدريجياً يتراجع إلى الخلف بعدها بقليل جاءت حركة الهندوسية متمثلة بالبيجي فيه وهم حكموا وهنا بدنا نشهد تراجع عن ما يسمى بسياسة الخارجية المثالية إلى السياسة الخارجية الواقعية من مثالية نهرو إلى واقعية مودي فيما بعد سبقه أدواني صار رئيس وزراء وكي أدواني ومجموعة من الزعماء حقيقة كان وزير خارجية المهم فالبيجي بي جاء فترة قصيرة إلى الحكم ثم بعد ذلك خرج من الحكم بالطبيعي كان أقرب إلى إسرائيل الفترة الثانية الحكم فيها عندما جاء مودي مودي عندما جاء إلى الحكم كان سبق ذلك أنه كان رئيس وزراء أو كبير وزراء في ولاية اسمها قجرات وفي ولاية قجرات حصل مجموعة من الإضطرابات تهم فيها مودي بالمسؤولية عنها وعند وزير الداخلية اليوم أميتشا أيضا تهم بمسؤولية عنها لكن على عادة القضاء الهندي لما تحصل إضطرابات يخرج المتهمون دون إدانة وتدريجيا تم تسبيق لمودي إنه شخصية قاد مقتدرة وأنه يستطيع أن يخرج الهند من أزمتها الاقتصادية اعتبار أنه حكم الأولاد قجرات كان حكما مثاليا وناجحا وعندما جاء رئيسا للوزراء تم تسبيقه بهذا السياق إذن مودي وحزب البي جي بي عندما رجعوا إلى السلطة المرة الثانية كانت تجربة السياسية عملية نضجت وأقوى هذا في 2014 عندما نعم كان يعتقد كثير من الناس أنه هذا عبارة عن فلتة من فلتات الزمان وأنه بي جي بي رح ينهار ويرجع لحجمه الطبيعي وأنه الكونغرس آية رح يرجع مرة ثانية إلى السلطة لكن ما شهدناه أنه نتيجة عملية الوراثة العائلية داخل الحزب الكونغرس آية أو المؤتمر الهندي أصبحت القيادة ضعيفة وهناك انفضاض عن القيادة قيادة الكونغرس آية أو المؤتمر الهندي وبالتالي هذا أعطى قوة إضافية للبي جي بي والر اس اس والحركة الهندوسية فجاءت انتخابات 2019 أظن أقوى بما كانت وضعفة أحزاب المعارضة أكثر هنا صار فيه ترافق مع ذلك تحول مهم في السياسة الخارجية الهندية أصبح مودي أكثر راحة باتخاذ القرارات على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي لأنه حكم بأغلبية كبيرة في البرلمان إلى درجة وصلت في الأمور أنه غير في الدستور نفسه وألغى البند الخاص في ولاية كشمير على سبيل المثال بالإضافة إلى أشياء أخرى حاول يعيدوا تعريف المواطنة في الهند على أساس أنه يخرجوا ملايين من المسلمين من هذه المواطنة المسلمين خلال هذه الفترة اللهم من المؤيدين الطبيعيين للحق الفلسطيني والإسلامي شاهدوا تراجعا كبيرا في دورهم السياسي والاجتماعي والاقتصادي يعني منذ الاستقلال إلى اليوم دورهم بتراجع وأكبر دليل على ذلك أنه وجودهم في البرلمان رغم أنهم 15 إلى 20% يعني أظن نسبتهم في البرلمان ما بزيد عن 5% ومثلا في المؤسسات الكبرى في إدارات مؤسسات الكبرى 2 إلى 2.5% في مؤسسات الدولة نفس الشيء وهكذا فدور المسلمين متراجع بشكل حاد جدا وأصبحوا أقلية مهمشة وبالتالي تأثيرهم على صياغة السياسة الخارجية تجاه قضية فلسطين والقضايا العربية تراجع تماما إذن هناك ضعف على المستوى المسلمين الهند وتأثيرهم في صناعة القرار الخارجي حتى الداخلي هناك أيضا حركة الهندوسية المتحالفة منذ الثلاثينات مع الحركة السوريونية هناك تغير في المشهد الدولي وعادة تموضع من الشرق إلى الغرب هناك ضعف في الموقف الرسمي الفلسطيني وانكفاء تحول من حركة مقاومة إلى حركة السلطة فلسطينية تبحث عن مكاسب سياسية محدودة هناك تحول كبير في الموقف العربي المصر كانت عملة اتفاقية والأردن فيما بعد عملة اتفاقية وصار الحديث عن انتفاقيات وتطبيع ودول الخليج بالعموم كان ما عندها مشكلة في هذا الاتجاه بل أنه بعضها كان يلعب دور سلبي فيه ولذلك الهند شعرت أنها في مأمن من هذا الجانب أن العالم الإسلامي منظمة العالم الإسلامي الدول الإسلامية ودول الخليج على وجه التحديد وهي أهم الدول التي تقيم الهند معها علاقة تاريخية مصر الحليف الاشتراكي التقليدي منذ منظمة عدم الانحياز كلها لا يوجد عندها مشكلة بأن تقيم الهند علاقات مع إسرائيل بل أن الهند أحياناً بيكون موقفها متقدم على هذه الدول ولذلك الهند بدأت تأخذ منحة في مواقفها السياسية أحياناً يتسم بالاضطراب وعدم الوضوح يعني أيام بتصوت مع فلسطين وأيام بتصوت مع إسرائيل والسبب في ذلك أنهم في خطابهم الرسمي بدهم يعملوا نوع من أنواع الموازنة التوازن في سياستهم الخارجية تجاه الصراع الفلسطيني لإسرائيل ولكن نجد على سبيل المثال أنه مودي عندما زار فلسطين المحتلة جلس أياماً في إسرائيل ما يسمى بإسرائيل وزار رام الله ثلاث أو أربع ساعات عنده شراكة بعشر مليارات أو اتناشر مليار دولار مع إسرائيل وعنده علاقة بعدة ملايين من الدولارات غالبيتها مساعدات يبعث بها إلى السلطة الفلسطينية ولذلك هذا التوازن بتحدثوا عنه السياسيين لهنود اليوم هو توازن لفظي وليس توازناً واقعياً الحقيقة أنه السياسة الهندية منذ بداية التسعينيات مالت ميلاً كاملاً باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية وباتجاه طبعاً إسرائيل وباتجاه الحركة الصهيونية اللي بدأنا الحديث أن الحركة الهندوسية القومية لها علاقة قوية منذ الثلاثينات معها ويمكن هذه العلاقة الغريبة ما بين الحركة الصهيونية في عشرينات وثلاثينات القرن الماضي وأيضاً تنظيم RSS في الهند هذه العلاقة الغريبة ثم صعود اليمين المتطرف في الكان الإسرائيلي وصعود أيضاً اليمين المتطرف بقيادة مودي في الهند طيب الآن التبادل التجاري ما بين الهند وإسرائيل في السنة المالية 2022-2023 تقريباً 10 مليار دولار ما هي أبرز القطاعات التي يحصل فيها هذا التبادل التجاري ما بين إسرائيل والهند؟ الهند كانت دائماً تبرر منذ بداية التسعينيات أن علاقتها مع إسرائيل هي علاقة استراتيجية وأنها مكسب وطني وخصوصاً في مجالات التنمية مثل تنقية وتحليل المياه مثل الزراعة تنمية المستدامة المشاريع الصغيرة والأمن والعسكر يعني هم كانوا يقدموا هذه العلاقة على أساس أنها علاقة متوازنة متعددة للجوانب لكن الحقيقة أن العلاقة في لبها هي علاقة عسكرية أمنية لذلك عندما حصلت مواجهة العسكرية ما بين باكستان والهند أظن في 2019 الباكستان اكتهمت الهند بأنها أطلق عليها صواريخ إسرائيلية الصنع ولذلك الهند بتعتقد أنه علاقتها مع باكستان عفواً علاقتها مع إسرائيل ستجلب لها التكنولوجيا المتطورة في مجال التسليح ومجالات أخرى وتجلب لها التمويل وتجلب لها علاقة أفضل مع الولايات المتحدة الأمريكية واستثمارات وتنمية وغيره لكن حقيقة العلاقة هي علاقة أمنية عسكرية بالمقام الأول وكل حديث عن ما سوى ذلك هو عملياً نوع من أنواع الديكور والمكياج هذا التناقض اللي حضرتك ذكرته منذ قليل في الموقف الهندي الرسمي بينما أنه مودي بيروح يزور كان الإسرائيلي وبيزور نتنياهو بعدين بيروح 3-4 ساعات أيضاً على السلطة الفلسطينية في حرب بعد طفان الأقصى والحرب على غزة كان يمكن من أول زعماء العالم اللي خرجوا أدانوا عملية طفان الأقصى تجاه مستوطنة غرف غزة ثم لاحقاً حكى في أحد التصرحات أنه إحنا سنقدم المساعدات للشعب الفلسطيني هذا التناقض الغريب هو سؤال لماذا لا يأخذ مودي وهو اليميني المتطرف لماذا لا يأخذ موقف حتى النهاية تجاه إسرائيل ولا يصرح أصلاً عن فلسطين لماذا فلسطين مهم أن يقوم بهذا الفعل والمساعدات الإنسانية لأن مودي وحزبه وإن كانوا هم الحكام وأخذوا الأغلبية في الانتخابات لأن هذه الأغلبية لا تعني أغلبية الشعب هي أغلبية سياسية وليست أغلبية بالمعنى الحقيقي هذا أمر الأمر الآخر أنه كثير من مؤيدي حزبه والحركة الهندوسية عموماً وإن كانوا يؤيدوا من أجل إصلاحات الاقتصادية أمور لكن لا يؤيدوا في كل شيء ولذلك هو يريد أن يوحي بأنه الهند ما زالت تلعب نفس الدور المتوازن وأنه لم تتخلى عن الفلسطينيين لكن بنفس الوقت هي بتلاحق مصالحها وبالمناسبة في موضوع طفان الأقصى كانت مفارقة أنه مكتب رئيس الوزراء ورئيس الوزراء أخذ موقف دون الرجوع إلى وزارة الخارجية ودون استمزاج واستشارة وزارة الخارجية ولذلك عندما صدر بيان وزارة الخارجية كان أكثر توازنا وهذا كان مثار جدل في الصحافة الهندية الداخلية لأنه البريقراطية الهندية وخصوصاً في مجال العلاقات الخارجية ووزارة الخارجية جزء ما زال منهم مسلمين وما زال بيتنقوا المبادئ القديمة المبادئ العلمانية باعتقدوا أن العلاقة يجب أن تكون مع إسرائيل علاقة حذرة وليس علاقة التحالف ولذلك أنا بتصور أنه مثلاً إذا قرأنا البيان اللي أصدرته أول شيء أصدرته والدة رئيس حزب المؤتمر الحالي ليسونيا غاندي زوجة راجيف غاندي وأخته ثنتين هم سيدات يعتبروا من الطراز الأول في الحياة السياسية الهندية أصدروا بيانات مؤيدة للحق الفلسطيني ومتبينة النية للحق الفلسطيني وبما في ذلك أيضاً رهول غاندي نفسه وهذا بعكس أنه حزب المؤتمر اليوم وإن كان للوهل الأولى أصدر تصريح سلبي إلى أنه أقرب إلى الموقف الفلسطيني وأنه شبه معاكس أو مخالف لموقف البي جي بي هل في المستقبل القريب أو حتى بعد عقد من الزمان إذا ذهب مودي وحزبه وجاء حزب المؤتمر الكلاسيكي القديم ألقد يغير في هذه السياسات تقاه إسرائيل وفلسطين أم أن العلاقات أصبحت متينة على مستوى الدولة نفسها؟ بالطبع نحن ذكرنا أن العلاقة بين الهند وإسرائيل كان هناك مجموعة من المحددات اللي دفعتها بهذا الاتجاه واحد منها اللي هو الجانب الشخصي أما باقي الأشياء فيها مرتبطة بسياسة الدولة ولذلك تحول انقلابي كامل تجاه العلاقة مع إسرائيل هذا أمر مستبت لكنها ستدخل غالبا في حالة من الفتور لكن في الغالب ستدخل في حالة من الفتور أو التراجع لن تبقى على نفس الوتيرة وبالذات إن صار هناك تراجع كما هو متوقع للدور الإسرائيلي وأهمية الدور الإسرائيلي وتراجع في أداء الإمبراطورية الأمريكية الإمبراطورية الأمريكية الآن تتراجع واضح جدا سواء في أوكرانيا مؤشر أو اليوم في فلسطين في غزة أو في أماكن أخرى في العالم لذلك هذا التراجع للدور الأمريكي وتراجع للدور الإسرائيلي ممكن أن ينبني عليه في المستقبل إذا صار هناك تغير سياسي هندي داخلي ينبني عليه تراجع في الموقف الهندي تجاه إسرائيل هذا يقلنا إلى سؤال آخر حول الموقف الشعبي الهندي أنا أعرف أنه يعني الهند مليار وربعمائة تقريبا يعني رقم ضخم صعب أن نخرج بصيغة واحدة عن ما هو الموقف الشعبي الهندي لكن لو تعطينا إطار عام عن الموقف الهندي الشعبي تجاه القضية الفلسطينية الهنود كما ذكرت شعب كبير جدا جزء كبير منه بعيش بالأرياف وسكان المدن مقارن بسكان الأرياف قلة ولذلك اطلاعهم على شؤون الخارجية هو أمر محدود مشغولين في حياتهم تطويرها في نسبة من الفقر لكن النخبة المثقفة المطلعة على شؤون العلاقات الدولية واللي إلها انتماءات سياسية غالبا كانت أميل إلى الموقف الفلسطيني وإلى قضايا التحرر وما زالت موجودة وهي نخبة مؤثرة خصوصا في وسط اليساريين والنخب الإعلامية والسياسية وأصحاب الانتماءات الحزبية هؤلاء ما زال موقفهم إيجابي من القضية الفلسطينية إلا أنه أيضا شهد حتى على الصعيد الشعبي انتكاس نتيجة تراجع الدور للشيوعيين واليساريين مع الهيار الاتحاد السوفيتي الشيوعيين واليساريين أوشقوا على الانقراض صاروا يعني تحولوا إلى اليسار الاجتماعي وليس اليسار الماركسي أو السياسي بهذا المعنى المباشر ورأينا كثير من الشيوعيين يتحولوا إلى هندوس متطرفين صار هناك انقلاب وأصلحوا محدودية العدد من تبقى من اليساريين والتيار الغاندي والمسلمين هم اليوم الجبهة إذا جاز التعبير أو المجموعة الأساسية اللي بتناصر الحق الفلسطيني في الهند عددهم لا بأس به وتأثيرهم جيد تأثيرهم على المجتمع الهندي رغم كل ما ذكرنا أكبر من تأثير الحركة الهندوسية في هذا الموضوع بالذات في قضية فلسطين ولكن في القضايا الأخرى تأثيرهم أضعف لكن في قضية فلسطين تأثيرهم أقوى من الحزب الحاكم يعني احنا ذكرنا أنه الحركة الهندوسية والحزب الحاكم هو عمليا فاز بالأغلبية الانتخابية لا يسبب الضرورة أنه فاز بأغلبية الناس لكنه فاز بأغلبية الناس اللي بيذهبوا للصندوق بهذا المعنى وبضمن سياق معين لكن لا يعني ذلك أنه بالضرورة متصل بالموضوع الفلسطيني بنفس النسبة أنا بقي سؤال في ذهني بخصوص النظام السياسي في الهند أنت ذكرت أنه مودي قبل أن يصبح رئيس وزراء للهند كان رئيس وزراء وولاية كان كبير وزراء صمو يعني لو تشرح لنا هذا النظام المعقد في الهند لا هو نظام أسهل من ذلك الهند هي مجموعة ولايات كل ولاية لها ما يسمى بكبير وزراء ووزراء محليين مودي كان فترة من الفترات كبير وزراء شيف منستر بالإنجليز بسمه لولاية قجرات ثم هو أصبح عضو في البرلمان المركزي وبما أن الحكومة في الهند حكومة برلمانية فاز بمضطب رئيس الوزراء وأصبح رئيس وزراء الهند هل المسلمين أي تكوين سياسي داخل الهند حزب مثلا؟ مسلمين عندهم بعض أحزاب الهامشية التي لا تكاد تذكر بعضها عنده نائب أو نائبين أو ثلاث لكن لا يوجد حزب إسلامي أو للمسلمين خاص قوي ومؤثر شكل كبير في بعض القيادات الإسلامية موجودة ومؤثرة إلى حد ما مسلمين منذ البداية وجدوا أنه مصلحتهم أن يكونوا في حزب المؤتمر ولذلك موجودين ما زالوا إلى اليوم في حزب المؤتمر لكن مشكلة أن حزب المؤتمر نفسه ضعف أصبح تأثيره أقل بكثير من أول فالمسلمين ليس لهم حزب لأنهم اندمقوا من حزب المؤتمر بشكل أساس هم أعتقدوا أنه إذا يريدوا أن يحافظوا على أنفسهم وعلى أن تبقى الهند علمانية فيجب أن لا يكون لهم تشكيل قاص فيهم الغالبية كانوا عندهم هذا الرأي ولذلك غالبيتهم ذهب إلى حزب المؤتمر لكن كما ذكرت أن حزب المؤتمر نفسه تراجع دوره وبالتالي وجودهم أيضا تراجع السياسة الخارجية للهند دائما كانت تقاس يبدو بمقياس ما الذي يحدث في باكستان من ناحية وبالمحيط المسلم يعني خارجيا هناك محيط مسلم ودخليا هناك 20% مسلمين بينما قرر الحزب الحاكم وموجه بعد ما استتبله الأمر يعني أنه لا ينظر للمعادلة الكلاسيكية في السياسة الهندية كيف قد يكون تدعيات ذلك في المستقبل على الهند؟ وذكرنا أنه العالم تغير يعني أول كان العالم مكون من قطبين ولايات المتحدة الأمريكية للتحصوبيات أو العالم الغربي والعالم الشرقي هذا التشكيل انتهى أصبح للعالم قطب واحد الهند تريد أن تستعيد دورها التاريخي كيف تفعل ذلك؟ من قناعة السياسيين الهنود أنه يجب أن يصنعوا حالة ذاتية هندية على غير ما تفعل الصين الآن ويعتقدوا أن الهند يجب أن تكون أعظم من أمريكا وأعظم قوة في العالم كيف يفعلوا ذلك؟ يجب أن يحصل على التكنولوجيا وعلى التمويل وطوروا الاقتصاد ولن يحصل ذلك إلا بعلاقة جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية سابقا كان يمنعهم من ذلك أنهم كانوا حلفاء التحصوبيتي التحصوبيتي الآن لم يعد موجودا وأصبحت الهند أقوى من ما سبق فما الذي يضير إذا اقتربت من الهند من الولايات المتحدة الأمريكية خصوصا أنه روسيا أصبحت الآن قوة لا تضارع الولايات المتحدة الأمريكية والصين خصم عمليا حدودي فيه خلافات حدودية بين الهند والصين وفيه تنافس ولذلك بالنسبة لهم من الطبيعي أنهم يروحوا باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية شكرا جزيلا دكتور على لقاءك معنا جيون شكرا على الاستضافة سعيد جدا أقول معك شكرا لوصولك لنهاية الحلقة يمكنك الآن مشاركتها مع أحد أصدقائك والحلقات جميعا متاحة على كل منصات البودكاست شكرا لفريق العمل خلف الكواليس ونلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله السلام عليكم